سقط وابل من قدائف المدفعية على مدينة قريبة من أكبر محطة الاطاقة النووية في أوروبا خلال الليل وصابت صواريخ روسية أهدافا بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود وهو مركز لتصطير الحبوب أما في موسكو فقد قالت السلطات الروسية إنها تحقق فيما يشتبه بأنه هجوم بسيارة ملغومة خارج موسكو أودى بحياة ابنة المفكر الروسي القومي أليكساندر دوجين الذي يدعو إلى ضم أوكرانيا إلى روسيا شكرا